نص كده حاجة مهم جدا نتكلم عليها النهاردة لان السوشيال ميديا من قبل العيد وبعد العيد ومن ساعة ما الاهل خلص افريقيا يعني بنتكلم بعدنا شهرين في القصة دي كلام عن الصفقات وكلام عن التعاقدات وكلام في لعبة وقعت وكلام في لعبة جد وكلام بتقال على لعبة مشيت وكلام بتقال على لعبة مشيت شوفوا الاهل بعد ما رجع من الاجازة بعد ما فاز بدورة افريقيا وبعد المنتخب ما خلص مشواره الاهل اللي لقى بتلات مطشاط كم اسم من اللي اتقال عليهم ان هم ماشيوا لعبوا اساسي في التلات مباريات اللي فاتت كلهم تلات اربع لعيب اتقال عليهم انهم ماشيين وتقال ايه كولر طلب رحلهم كولر طلب رحلهم دي يعني اللعبة دي بتخشش القائمة ولكن مع ذلك شفناهم اساسيين شفناهم بيهدفوا شفناهم بيلعبوا ممكن تسعين دقيقة ممكن سبعين دقيقة عشان تعرفوا بس ان في ناس غوية تصدر مشاكل لفريق الكور ده واحد اتنين اتقال لجمهور الاهلي ان فيه لعبة وقعت فيه لعبة انضمت فيه لعبة خلاص الاهلي مخلص معاها والنهاردة هو اول اسم بدون ذكر الاسماء اول اسم اتقال في السوشيال ميديا بقاله شهرين ووقع للاهلي وجيه الاهلي النهاردة شفنا الطريق في سكة تانية ليه؟ لان الاهلي لم يعلن الاهلي لم يحدد بشكل رسمي انه داخل في مفاوضات واعلن ده وبالتالي كل الكلام اللي كان بيتقال كان بيتقال في اطار يقيم اجتهدات يقيم اناس عايزة تعمل بروباجندا وخلاص وانا قلت هنا في المكان ده لان انا في المدرسة دي بقى الكتير وشفت التفاصيل دي بقى الكتير فيه ناس لسه صغيرة ما عندهاش الخبرة ان هي تقدر توزن مسألة التعاقدات والصفقات والكلام مع الجمهور ايه اللي يتقال وايه اللي ما يتقالش لكن احنا هنا في المكان ده شفنا التفاصيل دي كتير اللاعب اللي تقدر تقول عليه بنسبة 100% في الاهلي يوم ما تلاقي النادي الاهلي وقع معه رسمي وبعت قيمة التعاقد لناديه هل ده حصل؟ مع اي لاعب ما حصلش ولكن لما بيتقالي الكلام ده في توقيتات اصلا ما بيحصلش فيها كل التفاصيل اللي بتسمعوها بتجي دلوقتي تسمع ردود افعال سلبية جدا ازاي الصفقة دي طارت من الاهلي؟ ازاي اللاعب ده ما جاش النادي الاهلي؟ وانا بأكد لحضراتكم ان الخريطة اللي بيتم تدولها في وسائل الاعلام هي سكة والاهلي شغال في سكة تانية خالص وقت ما يكون مسموح بالاعلان عن صفقة هتعلن هنا بشكل رسمي سواء في القناة او حتى على الموقع الرسمي والصفحة الرسمية وقت ما يكون فترة القيد بدأت لقيد لاعبين وتوقيتها امتى؟ اكيد هتسمعوها هنا من خلال برنامج الترند لان القيد الفترة الجاية هتسمعوه فيه حكايات وروايات واحنا داخلين على ازمة قيد جاية اللي مفوت بقى 12 اسبوع اللي التحايد عايز يقلص المدة لست اسابيع عشان تأييد فيها اللعبة للمسم الجديد هل ده صح ولا ده غلط اسمعوا التفاصيل دي من خلالنا هنا لكن سبوكم من الكلام بتقال برة اللي الايام بتثبت لحضراتكم انه كله مش اقولك بس جزء او معظمه كله غلط الهدف منه ترند نبقى على السوشيال ميديا نبقى جمدين نبقى بنتكلم بانفراضات عندنا معلومات عندنا 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 وفي الاخر لا في لعيبة مشيت ولا في لعيبة جت وكله طلع كلام في الهواء ترجمة نانسي قنق FIRM